تعالوا بقى نتكلم عن عيد المحافظة طبعا يعني كمية الناس اللي كتبة هي من محافظات ايه يا رب بقدر اقرأ كل المسجات انا اسفة اوي لو معرفتش بس المسجات كتيرة جدا من ناس كتبة عن عيد القومي لكفر الشيخ وتفاصيل يعني حاجات كتيرة جدا فاتمنى يكون في وقت نقرأ كل ده ان شاء الله بس انا مهتمة جدا بصراحة ان احنا نعرف العيد القومي لمحافظة القصر الجملة تبين جملة كده ايه في شعار كده في يفطة يعني ما فيهاش كده ايه مش داخل على قصة او على حاجة يعني بس المسير جدا في القصة دي مش بس فكرة تكتشاف مقبرة توت عن خامون وكل الكلام المعروف عن المقبرة او المعروف عن توت عن خامون كملك مصري والمقبرة الكاملة اللي فيها كل المحتويات والكلام ده كله كلمة عيد المحافظة اصلا لأول واهلة هتعرفك انها تخنينا على حكاية منتسبة للاوليها علاقة بالمحافظة دي بعينها والمحافظة دي بالذات يعني 4 نوفمبر ذكر اكتشاف مقبرة توت عن خامون لحد هنا هو موضوع عادي لكن لما تلاقي وتتخيل كده ان الحدث ده ما كانش عادي اطلاقا اللي حصل في العالم اليوم ده كان التالي العالم العالم كله يوم 4 نوفمبر اللي حصل كان التالي ان كل الاخبار العالمية اللي حصلت اليوم ده تراجعت تماما وبقت في الصفحات التالتة والربعة من الجرائد العالمية وكان في المقدمة صفحة الخبر بتاع اكتشاف مقبرة توت عن خامون الاخبار اللي نتكلم عنها دي مش حاجات هينة ومش حاجات هينة حصلت في العالم اللي حصل بالترتيب كده ان انت كان عندك مظاهرات في الهند صورة في ايرلندا صراع سياسي داخل الكريملين الحرب الاهلية في الصين ازمات في وزارة البرتغال ضعف الفرانك الفرنسي زحف موسوليني على روما تشكيل حكومة جديدة هناك اعلام مصطفى كمال الجمهورية التركية استقالة رئيس بولندا اختيال المرشال البريطاني هنري والسن اعلام قيام اتحاد الجمهورية السوفيتية قيام جمهورية ايرلندا الحرة واعدام واحد من اشهر السياسين والكتاب فيها كل الاخبار دي كانت حصلة في اليوم ده وكلها دون استثناء ترجعت تماما لتالت او رابع صفحة والصفحة الرئيسية كانت اكتشاف مقبرة الملك المصري توت عن خقامون يوم اكتشاف المقبرة بقى اليوم ده مسير جدا ولو احنا ربطينا المقبرة بتوت عن خقامون وكارتر المكتشف الرجل الاجنابي يعني او رجل اللي كان بينقب على المقبرة في فوادي الملوك صيرة الحالة دي او صيرة القصة دي مسيرة جدا بس الاكثر اصارة بقى لما تعرف التالي ان يوم الاكتشاف ده يوم الاكتشاف ده اتكتب بالضبط كده او الوضع كان ان اليوم ده كان لو كان يوم 4 نوفمبر احنا كمصريين قدرنا ندخل تقريبا في اخر شهر واحد السنة اللي بعده يعني لو الاكتشاف ده كان 4 نوفمبر سنة 1922 احنا دخلنا في 24 يناير 1923 ليه بقى لانه كارتر لما اكتشف المقبرة نقدر نقول بالبلد دي كده انه قفالها وروح يعني قفالها وروح هو ماهتمش خالص انه دي بتاعتنا احنا دي حاجاتنا هو اعتبرها ملكية خاصة لي وان ده حق لي وان احنا كمصريين ملناش اي علاقة ان احنا نبقى ده مقبرة وده ده الملك بتاعنا وان ده ده حاجاتنا احنا يعني هو شايف انه هو طرامنا اللي اكتشفت ده وطرامنا بنقب بقى ليه كتير انه طبعا فضلوا يدوروا هو واللورد اللي كان بيمول الحملة فترة طويلة جدا جدا لحد ما زيقه واصلا كارتر خلاص كان واخد فرصة اخيرة كده انه هو يقول انه هو هيوصل للمقبرة دي انه هو كان رحلة البحث ايما على ايه ايما ان احنا بنلاقي قصار كتير وبننقب طويل الوقت بس احنا بندور على مقبرة كاملة مقبرة ما فيهاش اي حاجة اتسرقت مقبرة ما فيهاش اي شيء اتسرق في هنا بقى ادعو جدا لقراءة كتاب سرقة ماريك مصر لانه حرفيا المقبرة اللي احنا طويل الوقت بنقول ان هي ما فيهاش حاجة كاملة ان هي سوريا ما فيهاش حاجة اتسرقت لأ هي بالفعل يوم اكتشاف المقبرة اللي هو حصل بالتالي كده في مشهد سينمائي جدا ان العمال وهما شغالين انه هما لقوا السلمة اللي هتوصله من المقبرة وكارتر كان جاي كده بالحمر بتاعه وقالوله انه هما لقوا السلمة فبالتالي تم الحفرة فاكتشفوا المقبرة وفي اللحظة دي او الليلة دي كارتر بات بات في المقبرة يعني هو ما سبش كده الدنيا وميش يمات هو والورد كان بيمول الحملة وبنته كمان طبعا مات بقى ساري نام فيها او بات فيها دي دي بقى حاليها كلام كتير جدا بس من مذكراته وتحليل لحاجات كتير فقراءة كتاب سرقت مارك مصر هي كمان مسيرة جدا لان هو بصراحة بيتكلم فيها بشكل عظيم عن العلاقات بقى وازاي الناس دول هما الفكرة تاعت السرقات القصار وازاي كل حد خلفيته الانسانية والدرامية وصلت ان هو يعمل حاجة زي كده وبيوصف تفصيفات جميلة جدا بس المسير برضو انه اليوم ده اللي كل الصحفيين فيه دخله الصحفيين المصريين لما راحوا عشان يغطوا الاكتشاف رجعوا بخبر واحد يتين احنا معرفناش نخش اصلا المقبرة اليوم اللي بعد كده يستحق بجدارة انه هو يكون يوم ايه العيد القومي لمحافظة الوصر